بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله راح ندرس ما يسمى بجملة الفور لوب أو جملة التكرار الفور طبعا حنا سبق أن درسنا جملة للتكرار اللي هي وال زين جملة وال وذكرنا أننا عشان نكتب برنامج في تكرار نكتب وال وبعد ذلك الجمل اللي راح يتم تكرارها داخل أقواس الوائل اليوم إن شاء الله راح ندرس جملة جديدة للتكرار وهي الفور طبعا الفور هي مكافئة لجملة الوائل بمعنى آخر أنك لو أنك ما درست إلا جملة الوائل فقط ولا تعرف إلا جملة الوائل في الجافة هذا يكفيك أنك تكتب أي برنامج في تكرار زين فإذا الفور هي فقط طريقة أخرى لكتابة البرامج اللي فيها تكرار تستخدم في بعض الأحيان خصوصا مع الكاونترز لأنها أسهل نوعا ما لكتابة التكرار من الوائل لكن من ناحية القوة أو من ناحية المكافأة بين الجملتين فهم متكافئات بشكل كامل أي برنامج يستطيع تكتب بالوائل يستطيع تكتب بالفور والعكس صحيح طيب خلو نشوف كيف جملة الفور تعمل طبعا لما نجي نكتب جملة الفور البنية العامة للجملة تكون بالشكل التالي عندك أول شي تكتب كلمة فور بعد كده تفتح قوسين راح شوف الآن وش اللي هو وسط القوسين هذولي بعد كده الأقواس أقواس مع قوفة شبيهة بالوائل يعني وجوه هنا تكتب ما تريد تكراره زين تكتب الكود اللي تبغى تكرره أو الجمل اللي تبغى تكررها طيب شو الفرق عندنا هنا داخل أقواس الفور هنا نقسمها إلى ثلاثة أقسام بين كل قسم وقسم نحط فاصلة منقوطة وتذكر أنها فاصلة منقوطة وليست فاصلة يعني ليست الفاصلة هذه وأنها فاصلة منقوطة مضبوط القسم الأول هذا هو القسم اللي يصير فيه initialization هي غالبا تستخدم للعدات غالبا مضبوط لكن بشكل عام هذا القسم هو اللي فيه initialization هذا القسم هو اللي فيه التشييك الشرط حق التكرار وهذا القسم هو اللي فيه زيادة العداد أو إنقاص أو أي جملة تبغى تنفذها في نهاية كل دورة من دورات الفور لوب طيب خلني أعطيك مثال هنا عشان يكون الأوضح لك فمثلا هنا نقول for int counter مثلا زيان فحنا عرفنا هنا متغير اسمه counter لاحظنا عرفنا متغير جوه هنا زيان بعدين نقول هنا طالما أن الكاونتر أصغر من أو يساوي عشرة وهنا نقول counter plus plus تمام بكل بساطة حنا قلنا في الفور قلنا عرف لي counter عرف لي متغير اسمه counter طالما أن المتغير هذا قيمته أقل من عشرة زيان فإن الكاونتر plus plus طبعا هنا لابد أن نسند قيمة يعني خلوني بس أعيد كتابة هذه هنا نقول int counter gets zero زيان فأسند القيمة الابتدائية للعداد الآن دعنا نقول أن هنا نريد نكتب جملة واحدة فقط مضبوط ولتكون الجملة هذه هي system system dot out system.out print counter سبق سبق شفنا برنامج شبيه بالبرنامج هذا برنامج هذا بكل بساطة يطبع لنا الأعداد من صفر إلى عشر يعني لو نفذنا البرنامج هذا لو كان عندنا شاشة الأوتبوت في الأسفل هنا هذه شاشة الأوتبوت مثلا زيان نفذنا البرنامج هذا فهي راح يطبع لنا بالشكل التالي صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى أن يطبع عشرة طيب كيف تعمل الفورلوب هذه لنركز معي هنا لأنها سهلة هي ما فيها يعني شي كبير بس ركز معي في المعضو أول شي نبدأ فيه هو الجملة هذه أول ما نبدأ نبدأ التنفيذ من هذه فهذه رقم واحد نقوم هنا نعرف متغيره اسمو كاونتر ونضع قيمته بصفر والكون المتغير هذا من نوع انتجر مضبوط الخطوة الثانية بعد كذا ننتقل إلى الجملة أو الجزء هذا مضبوط الجزء هذا يقول لي هل الكاونتر هذا جزء دائما Boolean Expression الجزء هذا مزين هل الكاونتر أصغر منه وساوي العشرة الصفر أصغر منه وساوي العشرة نعم بعد كذا ننتقل من هنا إلى الجزء هذا خلني أقول لك الجزء هذا كاملا مضبوط هذا رقم ثلاثة زين الجزء هذا أقصد فيه جميع الجمل الموجودة جوه الفورلوب ليس بالشرط جملة واحدة وإنما ممكن تكون مجموعة جمل فننفذ جميع الجمل الموجودة في الفورلوب بعد كذا ننتقل من الجمل هذه إلى الجزء هذا زين هذا رقم أربع نزيد الكاونتر بواحد بعد كذا ننتقل إلى الجزء هذا فهذا يكون مرة ثانية يرجع لنا زين يكون رقم خمسة حينها وننتقل إلى هذا وهكذا واتبع الأسهم الآن صار عندنا سايكل صار عندنا الدورة حقة اللوب كيف تدور اللوب إذا نلاحظ أن الجزء هذا ما يتنفذ إلى مرة واحدة فقط أول مرة فقط يتنفذ بعد كذا نبدأ نشيك ننفذ نزيد الكاونتر نرجع نشيك ننفذ نزيد الكاونتر إلى أنه في لحظة من اللحظات ينتفي الشرط حق اللوب وبالتالي فإننا نخرج من اللوب هنا إلى خارج اللوب نكمل البرنامج نكمل الجمل اللي موجوده بعد جملة الفور مضبوط هذا تقريبا بشكل عام لو تتبع الأسهم هذه لاحظ نبدأ هنا ننتقل نشيك نرجع ننفذ لجوه الفور نزيد الكاونتر نشيك مرة ثانية ننفذ لجوه الفور نزيد الكاونتر نشيك انت فشرت في مرحلة من المراحل نطلع برة الفورلوب وهذه هي جملة الفورلوب جملة تكرار الفورلوب لو نشوف الوائل عندنا هنا الوائل لما نجي نجي الوائل هنا مضبوط دائما أول ما نبدأ نبدأ بالشرط نشيك على الشرط إذا الشرط تحقق فإننا ننفذ اللي جوه الوائل وبعد كده نرجع نشيك على الشرط مرة ثانية في مرحلة من المراحل الشرط ما رح تحقق فنخرج برة الوائل لاحظ أن الوائل أسهل بنية من الفورلوب ولكن الفورلوب بنيتها ممتازة جدا لإذا كنت تستخدم عداد أو كاونتر في حالات كثيرة تفضل استخدام الفورلوب على الوائل لوب وزي ما قلنا الجملتين متكافئتين أي شيء تكتبوا الوائل تكتبوا الفور لكن يفضل في بعض الحين استخدام الفور في بعض الحين استخدم الوائل لو نجي هنا للفور بشكل عام نقدر نقول أن الجزء هذا هو الانشياليزيزيشن في الفور هذا ينفذ مرة واحدة تضع فيه الانشيال باليو اللي تبغاها هذا الجزء هو الجزء اللي فيه الشرط البوليون اكسبريشن اللي نشيك عليه فيه كل دورة من دورات اللوب طالما الشرط هذا متحقق فإنه تنفذ اللوب زي ما هو عندنا هنا هذا الجزء اللي فيه زيادة اللي فيه تنفيذ تنفذ بعد ما تنتهي الدورة حقة اللوب كل دورة تنتهي يتم تنفيذ الجزء هذا يعني لو بغينا نكتب هذا مرة ثانية نجي نشوفه هنا في الوائل فإنك رح تشوف أنه هنا الانت هنا نقول انت كاونتر قيت سيرو زيان هذه تنفذ مرة واحدة قبل ما نبدأ الوائل لاحظ نفس الشيء هنا تنفذ مرة واحدة فقط في اللوب هنا تحط الشرط اللي هو كاونتر less than or equal to 10 أصغر منه وساوي عشرة مضبوط اللي هو الشرط اللي نزوره كل مرة في نهاية الفور في نهاية الوائل هنا تحط كاونتر بلاس بلاس زيان اللي هو في نهاية كل وال يتنفذ هنا حطناه هنا حنعرفين أنه في نهاية كل دورة من دورات الفور راح يتنفذ الكاونتر هذا هذا بشكل عام فكرة الفورلوب خلوشوف برنامج سريع نختبر فيه اللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال عشرة هذا نسوي جافة بروجيكت جديد نسميه test for loop نسوي هنا class جوه نقول new class مضبوط نسميه test for loop نختار public static void main جوه هنا يقول for int counter get zero counter اصغر من او يساوي عشرة counter plus plus وما بضرورة تستخدم counter تستخدم اي variable ثاني بعد كده تفتح القوز حق الفور هنا تقول system system.out.print counter الان ننفذ البرنامج هذا run as java application ننفذنا برنامج طبعا لنا من صفر الى عشرة زي من شاي طبعا ما حطينا فواصل ما حطينا اي شيء طبعا تقدر ان تختار اي اسم variable ما بضرورة counter نقدر مثلا نجي كثير كثير في الفور تستخدم ال i مضبوط فنقدر نحط نقول i كثير تستخدم i و j وهذه طبعا ما اخوذة من الرياضيات متأثرة بالرياضيات يعني هنا كثير يستخدمون for int i get zero i اصل منه تسوي عشرة i plus plus ستشوفها كثير في البرامج هذا باختصار جملة for loop جملة اخرى من جمل التكرار جملة مكافئة لجملة while loop نستخدمها في بعض الاحيان لبعض الاغراض مهم جدا انك تعرف for loop ان انك تستخدم كثيرا في البرمجة حتى لو انك انت ما استخدمتها او ما تبغى تستخدمها راح تشوفها مستخدمة في كثير من البرامج بذلك لازم تفهم كيف تعمل for loop مهم جدا